إذن للوقوف عندنا تدعيات الفساد الحكومي على الملف الاقتصادي العراقي انضم إلينا عبر اسكاد من اسطنبول الكاتب والصحفي بها خليل أستاذ بها مرحبا بكم يعني البرلمان يعتزم استجواب السوداني وذلك لإخفاقه في اتخاذ الإجراءات المناسبة لعادة سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار إلى وضعه الطبيعي ولكن ما هي جدوى استجواب السوداني برلمانيا هل سيكون لذلك أي تأثير إيجابي على الموضوع الأزمة الاقتصادية في العراق في بداية حياتي حضرتك وإلى مشاهدي قناة الرافدين رحم الله الرصافي شهر العراق الكبير حينما قال القوم في السر غير القوم في العلد هم يعلمون جيدا بأن لا استجواب السوداني سينفع بي شيء ولا للسوداني القدرة على إعادة سعر صرف الدينار العراقي كما كان ولا أي رئيس وزراء غير السوداني لأنه هناك رعاية أمريكية لهذه الحكومة وكان عليهم أن يطبقون ما يطلب من عدهم حرفيا ما تمليه عليهم السفيرة الأمريكية يطبقونه حرفيا العراق لديه التزامات مع المجتمع الدولي وعلى البنك الدولي بخصوص إعادة سعر الصرف الدينار العراقي أو السيطرة على الموارد المالية للبلد منها المنافذ الحدودية منها تجارة العملة في العراق وغيرها كثير من الأمور التي مستشرة بها الفساد في العراق فكان هناك اتفاق بأن يتم السيطرة على كل هذه الأمور من أجل أن يتم الاستمرار في دعم الدينار العراقي لمواجهة أي أزمة اقتصادية ممكن أن يمر بها لكن الأمر ليس بيديهم لا يمكنهم إعادة سعر الصرف الدولار أو دينار العراقي وبالتحديد في هذه الفترة لأن هذه الفترة الآن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الموجودة وانهيار الأسواق العالمية من خلال ارتفاع أسعار النفوط الآن العراق يمر لو أوعيد سعر الصرف الدينار العراقي كل الأموال التي الآن جانوها من هذه الأزمة التي صارت فيها أوكرانيا والفائض والسيولة المالية التي صارت عندهم كلها سيفقدوها لأنها ستقلقبة الدولار أو دينار العراقي وبالتالي يفقدون كل هذه لذلكهم ليست باستطاعتهم إعادة سعر الصرف لأن الأمر أساسا ليس بيتهم وهو ما ينعكس على الشارع في الداخل العراق أستاذ بها على ذكر الفساد وأنت تفضلتم في ذلك ولكن دعني أناقش معك في مسألة محددة جدا وهي مسألة سريقة القرن مجلة إيكونوموس تقول إنه لا يمكن لسوداني أن يتابع التحقيق في قضية سريقة القرن لأن التحقيق سيسبب له حرجا كبيرا هل صحيح ما ذهبت إليه المجلة أستاذ بهاء؟ نعم نعم واضح هذا الشيء واضح وصرح به مقربين من الكاظمي قالوا بأن الكاظمي هدد بأنه يمتلك ملفات كبيرة جهات سياسية كبيرة في العملية السياسية لها داخل في عمليات الفساد ليس فقط في ما سمي بسرقة القرن لأنه أنا لا أعلم لماذا سميت بسرقة القرن هناك سرقات أكبر بيضعاف لكن هم ركزوا على هذه لضرب حكومة الكاظمي ومحاولة إيجاد نوع من التقصير في حكومة الكاظمي متناسين بأنه هم من جاءوا بالكاظمي أصلا إلى السلطة عام 2019 بعد استقالة عادل عبد المهني الجهات السياسية الضالعة في سرقة القرن جهات سياسية كبيرة وبالتالي هم لا يستطيعون كشف هذه الجهات لأنه معناها انهيار للمنظومة السياسية بأكملها هذه الأحزاب الكبيرة وحيتان الفساد الكبرى كلها محمية من قبل الأحزاب الكبيرة وبالتالي سقوط هؤلاء يعني سقوط الأحزاب الكبيرة وبالتالي انهيار العملية السياسية بأكملها حتى الإدارة الأمريكية اللي هي راعر العملية السياسية اللي موجودة الآن الهزيلة في العراق لن تقبل بأن يتم استهداف هذه الشخصيات التي تمثل أساس الهرم في الفساد في العراق طيب أستاذ بهاء تقارير صحفية تؤكد امتلاك إيران ما يقارب من 11 مصرف يعمل في العراق بشكل مستقل هذه المصارف ساعدتها على موضوع التحايل على العقوبات الأمريكية هل يمكن أن نطلق مصطلح أو تسمية على موضوع أن إيران تمتلك 11 مصرفا يعمل في العراق على أنها هيمنة على الاقتصاد العراقي هل يمكن أن نطلق ذلك لا أنا لا أسميها تحايل على العقوبات أنا أسميه اتفاق لأن الحزب الديمقراطي عندما سلم السلطة في الولايات المتحدة حاول قدر الإمكان رفع جزء كبير من العقوبات التي كانت مفروضة على النظام الإيران حتى الإدارة الأمريكية السابقة لما انفرضت عقوبات تغاضت عن ما يحصل في العراق استنزاف خيرات وأموال العراق بالطريقة التي حضرتك ذكرتها من خلال هذه المصارف كانت بعلم الإدارة الأمريكية وإيران لو لا هذه المصارف ولولا الاستنزاف الذي يحصل بعلم الأمريكان ما كان قدرة تتقاوم العقوبات طول هذه السنوات من 2015 وحتى الآن هذا رأيي الشخصي أنا أشوف أنه هناك اتفاق بين إيران وأمريكا أنه أنا أسوي عليك عقوبات من جهة لكن من جهة أخرى أنا أترك لك العراق تعيش من خلاله أو تستنزفه وتستنزف موارده وخلي النفط مالتك محاصر ولا تصدر نفط أنا أمطيك من فلوس العراق حتى تعمر نفسك إيران لو لا العراق ما بنت برنامجه النووي إيران لو لا العراق ما بنت برنامجه الصاروخي ولو لا العراق ما بنت مسيراته ولا صرفت على ميليشياته لا في اليمن ولا في لبنان ولا في سونة ولا في العراق كل هذا من ميزانية الدولة العراقية وبعلم الحكومة الأمريكية بعلم الحكومة الأمريكية لأن المصارف هذه شوف أستاذي المصارف يعني الأموال العراقية العراق الآن لما يبيع نفط أموال النفط هذه ما تجي للحكومة العراقية هذه طبوح للبنك الفيدرالي الأمريكي يعني هناك صندوق صندوق العراقي الموجود به تودع هناك أي دولار يصرف العراق راح تروح الأموال ما تبعين من الأمريكان ويعلمون أين تذهب هذه الأموال أكثر الناس يعلمون بأن هذه الأموال كانت تذهب بكاراتين معلبة دولارات تذهب إلى إيران طيب أستاذ بهاء هناك تحقيقات صحفية أثبتت تورط شركات بعمليات غسيل أموال وذلك من أجل حصول إيران على العملة الأجنبية تشحن طهران هذه الأموال الأسلحة إلى ميليشياتها المنتشرة في بعض المناطق العربية ولكن أين تقف الحكومة في بغداد مما يحدث هناك لا دخل للحكومات هذه الحكومات هي مسلطة فقط على الشعب العراقي هذه ليست حكومة بمعنى حكومة أن تحاول تراعي مصالح المواطنين تراعي مصالح الوطن والدولة وغيرها من هذه التسميات التي نعرفها في كل دول العالم هذه ليست حكومة ولا مجرد مرتزقة يعملون من طرف إيران لإدارة الوضع في العراق كمحافظة تابعة لإيران ما بهم واحد هم على العراق ويخاف على العراق من أجل أن يوقف كل هذه العمليات الآن الواردات الإيرانية إيران تفتخر الآن بكذا مليار دولار واردات للعراق وهم يعلمون جيدا بأن البضاعة الإيرانية هي بضاعة تكون في الغالب يأما منتهت الصلاحية يأما سيئة التصنيع يأما لا تطابق موصفات الجهاز المركزي للسيطرة النوعية وبالتالي يمضطرين على استيرادها عندما تحاول استيراد مادة أخرى مثلا تنبري لهم الجيوش الألكترونية لمقاطعة المنتجات الكذا دولة والكذا دولة من أجل أن يستمر بيع المنتجات الإيرانية إلى العراق يعني مسيطرة على الاقتصاد بشكل كامل والحكومات من 2003 وحتى الآن تقف موقف المتفرج وبالتالي هي ليست مسؤولة يعني مو شغلهم هم شغلهم جايين على الموت أنه يديرون هذه المحافظة التي أصبحت تابعة إلى إيران وبعلم الجميع هذا الوضع الآن في العراق لا يوجد من يحافظ على أموال الشعب العراقي ومقدرات الشعب العراقي وخيرات العراق من أجل أن تبقى إلى أبناءه وإلى أجياله كل ما يجري من جرى التنفيذ لأجندة إيرانية من أجل استنزاف العراق والسيطرة عليها وجعله محافظة تابعة إلى إيران هذا اللي يجري الآن في العراق عبر اسكاب من إسطنبول الكاتب والصحفي بهاء خليل شكرا جزيلا لكم